يا حيدار صيحة وكل وكيد أعلنها يمّك يا حيدار وهالصيحة برياض الحب تشمّك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا المصطفى أب القاسم محمد الله سبحانه اللهم سبحانه وآله محمد وعجل قراله وعجل قراله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجسى وطهرهم تطهيرا ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم وجاحدي إمامتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين الحمد لله على كمال دينه وتمام نعمته بولاية مولانا وسيدنا إمام المتقين أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه والحمد لله الذي أشهدنا هذا العيد الأكبر والحمد لله الذي جعلنا وإياكم من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام والحمد لله الذي جعلنا وإياكم ممن يتبرأ من أعدائهم ومن كل جاحد لهم كائنا من كان أما بعد نست هذه الأمة بعد انقلاب سقيفة ساعدة وصية نبيها صلى الله عليه وآله وتناست بيعتها لولي العهد الشرعي وجحدت ما جرى في يوم غدير خم من تصدى لهذا الجحود؟ من وقف أمام هذا الارتداد؟ نحن نعلم أن ثلة من أصحاب رسول الله الأبرار وقفوا موقفا مشرفا ورفضوا هذا الانقلاب وذكروا الأمة ببيعتها يوم الغدير للوصي والإمام الشرعي ولكن قد يكون غائبا عن أذهان الكثير من المؤمنين فضلا عن عامة المسلمين أن أول من وقف وأبرز من وقف وأشجع من وقف في هذا الموقف بعد استشهاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أبرز وأقوى وأول من وقف دفاعا عن ولاية وإمامة الخليفة الشرعي إنما كان الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها نعم لم يكن المقداد وحده ولم يكن سلمان وحده ولم يكن أبو ذر وحده ولم يكن خالد بن سعيد بن العاص وحده ولم يكن أولئك الرجال الأبرار الذين تصدَّوا للطاغية أبي بكر وحدهم إنما سبقتهم الزهراء صلوات الله عليها التي دافعت عن ولاية بعلها أمير المؤمنين عليه وتصدَّت لهذه الأمة الجاحدة وذكرتها بما كان منها من بيعة في يوم الغدير وهذا الأمر هذا الموقف لا نرويه نحن فحسب وإنما يرويه مخالفون كذلك قد تعجبون لهذه الرواية التي سأتلوها على مسامعكم لأن سندها عجيب إنها رواية الفواطن يرويها أحد أعلام أهل الخلاف وهو محمد بن عمر المديني هذا الرجل من أئمتهم الكبار يقول فيه الصفدي الحافظ الكبير كان واسع الدائرة في معرفة الحديث وعلله وأبوابه ورجاله ومتونه لم يكن في زمانه أعلم منه ولا أحفظ منه ولا أعلى هذا الرجل الموصوف بالحافظ ووصفه المزي كذلك بالحافظ وقال فيه ابن كثير الحافظ الكبير أحد حفاظ الدنيا الرحالين الجوالين وبلغ من مدائحهم اسم هذا الكتاب نزهة الحفاظ مقسم على أبواب باب من تلك الأبواب هذا عنوانه الرواية ست فواطم إحداهن عن الأخرى هذا عنوان الباب رواية ست فواطم رواية ست فواطم إحداهن عن الأخرى فاطمة تروي عن فاطمة من هن أولئك الفواطم رقم الحديث خمسة وأربعين وسنده عجيب لأن ممن وقع في سنده بعض ولد هارون العباسي تخيل وبعض موال هارون فالسند أجنبي في صدره عن رجال الشيعة بل إنه إلى أن يصل إلى أول الفاطميات أول الفواطم مروي عن رجالهم وعن ثقة ثبت عندهم هو بكر بن أحمد البصري هذا الرجل الذي وصفوه بالوثاقة لنقرأ الرواية ولاحظوها بسنده عن بكر بن أحمد البصري قال حدثتنا فاطمة بنت علي بن موسى الرضا فاطمة بنت الإمام الرضا قالت حدثتني فاطمة وزينب وأم كلثوم بنات موسى بن جعفر أي حدثت فاطمة بنت الرضا عن فاطمة بنت موسى بن جعفر السيدة المعصومة صلوات الله عليها وحدثتها كذلك بنتان من بنات موسى بن جعفر عليهم السلام وهما زينب وأم كلثوم قلنا حدثتنا فاطمة بنت جعفر بن محمد الصادق قالت حدثتني فاطمة بنت محمد بن علي قالت حدثتني فاطمة بنت علي بن الحسين قالت حدثتني فاطمة وسكينة بن تاء الحسين بن علي عن أم كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ورضي عنها قالت أنسيتم قول رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم من كنت مولاه فعلي مولاه وقوله عليه السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى عليهما السلام إلى هنا تنتهي الرواية بهذا السند العجيب سند الفواطم من بنات رسول الله صلى الله عليه وآله ويعلق على هذا صاحب نزهة الحفاظ محمد بن عمر المديني بقوله وهذا حديث مسلسل من وجه آخر وهو أن كل واحدة من الفواطم تروي عن عمة لها فهو رواية خمس بنات أخ كل واحدة منهن عن عمتها إذن مثل هذه الرواية ماذا تكشف لنا أولا أن فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام أول من تصدت للانحراف الذي وقع بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وما قولها أنسيتم ما قال النبي في يوم الغدير من كنت مولاه فعلي مولاه إلا تذكيرا بتلك البيعة التي ارتدوا عنها وإلا لو كان المراد من قوله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه هو مجرد المحبة والنصرة على ما يزعم الجهلاء فما موقع التذكير من الزهراء هاهنا ولماذا تصفهم بالنسيان أنهم تناسوا نسوا أي جحدوا لا بد أن يكون المعنى هو الخلافة لأن هذا هو ما وقع بعد استشهاد رسول الله النزاع الذي وقع بعد استشهاد رسول الله هو في شأن الخلافة لم يكن في شأن أن علي محب لنا ونحن محبون له أم لا لم يكن مثل هذا النزاع إنما كان النزاع على ما يعرفه القاصي والداني كان نزاع الخلافة والزهراء عليها الصلاة والسلام حجتهم بحديثين معروفين بقولين للنبي صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه فهذا عند الزهراء نص في الخلافة والحديث الآخر هو قوله صلى الله عليه وآله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فهذا أيضاً نص في الخلافة فأول من تصدت هي الزهراء ثم كان هذا الأمر معروفاً في البيت الهاشمي العلوي عند رجالهم ونسائهم تناقلته الفواطم حديث الغدير فاطمة ترويه عن فاطمة إلى أن يتصل إلى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله فكان معروفاً عند أهل هذا البيت حقيقة أن علي هو المولى بمعنى الأولى بالأمر الأولى بالتصرف الإمام الخليفة بلا فصل وهذه كما أسلفنا رواية المخالفين بهذا السند يرويها عالم وصف عندهم بالكنز المخفي ويرويه أيضاً عن ثقة ثبت عن الفاطميات تساؤل مهم لماذا جحد الغدير؟ ما الذي كان بينهم وبين علي؟ بعض المخالفين المخدوعين يقولون لنا لو كان حقاً ما تقولون لما وجدنا صحابة رسول الله على تعبيرهم واصطلاحهم يقصون عليًا عن هذا المقام لو كان حقاً أنهم قد بايعوه بالخلافة وولاية العهد يوم الغدير بأمر رسول الله لما أقصوه وولوا أبا بكر بن أبي قحافة إنكم إنما تسيئون إلى أصحاب رسول الله وتصفونهم بأنهم كانوا حاقدين على علي إذ أقصوه وهذه حقيقة أو وهذا أمر مناف للحقيقة أصحاب رسول الله صحابة رسول الله عند القوم رحماء بينهم يقول ما أتوقع أنا لا يمكن أصدق أن سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا أبا عبيدة بن الجراح وأشباههم كانوا يحقدون على علي أو يبغضون علي يقول مستحيل لأن لازم قولكم إنه الأولى بالخلافة وقد ظلموه وأقصوه لازم هذا أنهم كانوا لا يرتضونه أي هم يكرهونه أي هم يكرهونه وهم يبغضونه نعم مشكلة علي أنه كان المحقود عليه من قبل أصحاب رسول الله إلا من عصم الله منهم من الأبرار والصلحاء مشكلة علي أنهم كانوا يكرهونه ويبغضونه مشكلة علي أنه كانت في صدورهم ضغائن عليه هذه هي مشكلة علي وهذا المعنى أثبته رسول الله صلى الله عليه وآله في رواياتهم هم ولكنهم لا يتدبرون هناك رواية يرويها أهل الخلاف وممن أخرجها أبو يعلى في مسنده برقم خمسمائة وتسعة وخمسين بسند حسن وأخرجها أيضاً الطبراني في المعجم الكبير ورقم الحديث هناك عشرة آلاف وتسعمائة وثلاثين أما أبو يعلى فيروي بسنده عن أبي عثمان النهدي وهو ثقة ثبت عن أمير المؤمنين هذا الذي سنذكره وأما الطبراني فيروي نحو ذلك ولكن بسنده عن ابن عباس نأخذ نحن رواية أبي يعلى عن أبي عثمان عن علي بن أبي طالب قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله آخذ بيدي ونحن نمشي في بعض سكك المدينة إذ أتينا على حديقة فقلت يا رسول الله ما أحسنها من حديقة قال لك في الجنة أحسن منها ثم مررنا بأخرى فقلت يا رسول الله ما أحسنها من حديقة قال لك في الجنة أحسن منها حتى مررنا بسبع حدائق كل ذلك أقول ما أحسنها ويقول صلى الله عليه وآله لك في الجنة أحسن منها فلما خلى له الطريق هنا إحنا شاهدنا ما تقدم معروف طبعا لأمير المؤمنين عليه السلام أحسن من تلك الحدائق وأحسن من الدنيا وما فيها شاهدنا إحنا في هذا في ذيل الحديث هنا التفت يقول فلما خلى له الطريق ماكو أحد بعد حول من ذول الحاقدين اعتنقني ثم أجهش باكيا هذا رسول الله يقول احتضني احتضن علي وأجهش باكيا قال قلت يا رسول الله ما يبكيك قال ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لك إلا من بعدي وفي لفظ الطبراني لا يبدونها لك إلا حين يفقدوني هذا الذي أبكى رسول الله رسول الله عرفهم عرف أبا باكر وعمر وأشباههما أن في قلوبهم في صدورهم ضغاء على علي بن أبي طالب وأنهم يتحينون الفرصة فقط لأن يذهب هذا النبي لأن يستشهد هذا النبي حتى ينقضون على علي بن أبي طالب ويخرجون ضغائنهم ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لك إلا من بعدي لأنه في حياتي ما يتنفسون أنا واقف سد أمامهم ولكن من بعدي يبدونها لك قال أمير المؤمنين عليه السلام قلت يا رسول الله في سلامة من ديني حين يبدون تلك الضغائن قال في سلامة من دينك أنت على الحق ودينك سليم أولئك الذين دينهم لا دين لهم أصلا لا سلامة لدينهم إذن هذه هي الحقيقة لماذا نكذب لماذا نكذب لماذا ننكر لماذا نجحد هذه هي الحقيقة الحقيقة هي هذه أن هؤلاء القوم كانوا يبغضون عليا ومع هذا البغض مع هذه الضغاء أنا تصور أنهم يسمحون له بتبوأ الخلافة تلقائيا لا يسمحون إن كان المخالف يزعم أن هذا لا يتصور في حق أصحاب رسول الله ما كان في قلوبهم غل للذين آمنوا هذا مستحيل لأن المخالف مع الأسف بسبب التلقين الذي يلقن به عبر القرون والعقود يجعل أصحاب رسول الله كالملائكة ليس في قلوبهم غل ليس في صدورهم ضغاء لا يتصور هذا في شأنهم أبدا فيقول لا هؤلاء كانوا دائما متراحمين متوادين رحماء بينهم فلا نتصور هذا في حقهم هذه إساءة للصحابة على تعبيره نقول لا هذا أيضا ثابت هم يشهدون بأنهم كانوا لا يستطيعون ولا يطيقون أن يخرجوا الضغائن والغل من قلوبهم وصدورهم هم يشهدون يقولون إحنا فينا هذه الصفة هذه الخصلة السيئة موجودة فينا وشاهدنا على ذلك حديث صحيح يرويه النساء في سننه برقم عشرة آلاف ومائتين وسبعة وعشرين بسنده عن الزهري عن أنس بن مالك قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة يقول فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته ماء من وضوئه معلق عليه في يده الشمال واحد من الأنصار حسب روايتهم كان من أهل الجنة هذا وهكذا طلع عليه فلما كان من الغد اليوم التالي قال رسول الله صلى الله عليه وآله يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع ذلك الرجل على مثل مرتبته الأولى فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع ذلك الرجل على مثل مرتبته الأولى ثلاثة أيام النبي قبل ما هذا يجي يقول هذا ترى اللي رح يجيكم يطلع عليكم هذا من أهل الجنة هذا فذول تعجبوا فلما قام رسول الله صلى الله عليه وآله اتبعه عبد الله بن عمر بن العاص تعرفون عمر بن العاص هذا ابنه وابنه في مقاييس المخالفين عبد الله بن عمر أجل من أبيه يعتبرون ابن أحد العبادل الأبرار الأتقياء أكثر تقوى من أبيه يعتبروا هذا عبد الله بن عمر وللعلم هذا عبد الله بن عمر أحد الخبثاء المتصنعين للتقوى والورع والعبادة والعلم وكان تلميذا لكعب الأحبار اليهودي وكان قناة من قنوات بث الإسرائيليات في التراث الإسلامي هذا كثير من الإسرائيليات كلها مروية عن هذا حدثه بها كعب الأحبار وهذا لما يحدث بها ينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث شريف إسرائيليات هذا عبد الله بن عمر بن العاص قال أنا لازم أروح أشوف هذا لي من أهل الجنة من هذا شنو هذا الرجل الأنصاري أشوف ما هي صفاته بماذا استحق ثلاثة شهادات متواليات من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه من أهل الجنة خلي أروح أشوف هذا شنو وضعه يقول رح اتبعته فقال رح قال لذلك الرجل الأنصاري إني لا حيت أبي تلاغيت ويا صارت بيني وبين والدي مشاكل فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثة ليال فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تحل يميني فعلت هو رادي يروح يشوف هذا الرجل اللي من أهل الجنة شنو صفته فيريد يروح يبات عنده بالليل يريد يستضيفه فراح اختلق له سببا قال أنا اتلاغيت ويا والدي وأقسمت على أنه أنا ما أكلمه ولا أدخل عليه ثلاث ليال أنت استضيفني عندك بها الثلاثة طبعا كذب هذا مو صحيح أسه هو مرح يعترف وهي من عدالة الصحابة طبعا أنه يكذبون هكذا يعني طبيعي ومغفور لهم رضي الله عنهم وأرضاه يقول إني لا حيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاث ليال فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تحل يميني فعلت فقال نعم أهلا وسهلا نتفضل فكان عبد الله بن عمر بن العاص يحدث أنه بات معه ليلة أو ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل بشيء يقول النبي يقول عننا ثلاث مرات هذا من أهل الجنة أنا أتصور هذا يحيي الليل مثلا يقوم الليل يصلي صلاة الليل يقرأ القرآن يتهجد يتضرع ما شفت شفت طول الليل أم نايم طبيعي بس اللهم يقوم قبل صلاة الفجر قوم يصلي فلم يره يقوم من الليل بشيء غير أنه إذا انقلب على فراشه ذكر الله قام من النوم انقلب يعني عن فراشه ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر فيسبغ الوضوء وفقط هذا هو ماكو شيء آخر فإذا بماذا استحق هذا الرجل هذه المزيئة قال عبد الله غير أني لا أسمعه يقول إلا خيرا شفت لسانة نظيف ما يسب ما يشتم ما يستغيب ما يغتاب فقط يقول خير يقول خيرا فقط فلما مضت الثلاث ليال كنت أحتقر عمله هذا مو عمل مو شيء يعني هذا ليش مستحق الشهادة بالجنة قلت يا عبد الله إنه لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة يقول ما كان ترأك شيء بيني وبين والدي أنا كذبت عليك هذا حتى المخالف شنو؟ هذا سند صحيح هذا الحديث سند صحيح العدالة تجتمع مع الكذب؟ لا تجتمع مع الكذب هذا اعتراف من عبد الله بن عمر بن العاص مو من والدة بعد من عبد الله بن عمر بن العاص اللي كل شي جلوه هذا يقول بصريح العبارة أنا كذبت على ذلك الرجل كذبت قلت له أنه أنا بيني وبين والدي مشكلة وأقسمت على أنه ما رح أدخل على والدي ثلاث ليالي أنت خليني عندك والآن ما يعترف أمامي يقول لا ترى ما كان أكون مشكلة بيني وبين والدي أنا بس على الشكل كذبت كذبة حتى أنت تصدفني بالبيت يا عبد الله إنه لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لك ثلاث مرات في ثلاث مجالس يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت تلك الثلاث مرات فأردت آوي إليك فأنظر عملك ردت أجي يمك أشوف شنو تعمل أنت حتى استحققت هذه الجنة فلم أرك تعمل كبير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله شنو اللي وصلك إلى هذه المرتبة إلى هذا الشرف أنه النبي يشهد لك بالجنة قال ما هو إلا ما رأيت يقول ما عندي شيء أنا هو هذا اللي أنت أنا حياتي هاي يعني داءدي اللهم بس الفريضة داءدي ما عندي شيء آخر كأعمال عبادية ما عندي يقول فانصرفت عنه قمت شلت بعضي قمت من يمه فلما وليت دعاني ابتعدت عنه صاح لي قال لي تعالي فقال ما هو إلا ما رأيت ما عندي أعمال عبادية غير الفرائض التي أنا وأديها فقط غير أني لا أجد في نفسي غلا لأحد من المسلمين ولا أحسده على خير أعطاه الله إياه يقول ما عندي حسد ما عندي غل ما عندي فقال عبد الله بن عمر هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق قال هذا هو النبي شهد لك بالجنة لأنه أنت مو مثلنا نحن في قلوبنا غل في صدورنا ضغاء نحن نحسد نحقد لا نطيق أما أنت ما عندك هذه التي بلغت بك يعني هذه الخصلة هذه الصفة التي بلغت بك إلى أن يشهد لك رسول الله بالجنة ثلاث مرات وهي التي لا نطيق يعني شنو يعني يعترف اعتراف صريح من عبد الله بن عمر بن عمر بن العاص أن الأصحاب أصحاب رسول الله كان في قلوبهم غل فليش تستبعد أنه يبغضون عليا يكون في قلوبهم غل تجاه عليا لماذا تستبعد هذا اعترافه هكذا هم يعترفون ويقول وهذه التي لا نطيق إحنا من نتحمل أنه نشيل الغل من قلوبنا من نتحمل نعم أصحاب رسول الله كثير منهم بل أكثرهم كانوا يبغضون عليا وكانوا يسبون عليا وهذا مو أنا اللي أقول هذا يعترف به كبار أعلامهم هذا أمر مسلم تر الآن هذول اللي طالعين رسمين لنا صورة وردية حالمة ملائكية عن ذلك المجتمع هؤلاء هم الواهمون أجيب لك تصريح لابن تيمية وذكرته لك من ذي قبل في كتابه من هاج السنة المجلد السابع الصفحة 137 حينما يقارن بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي صلواته الله عليه وأين الثرى من الثرية طبعا بس العقل المعوج هكذا يسوي مقارنات فمن جملة مقارنات يريد يقول يعني أبو بكر وعمر وعثمان أفضل من علي أنه يقول أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يحبونهم الصحابة أما علي لا فماذا يقول يقول ولم يكن كذلك علي فإن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه هذا اعتراف من ابنتين أين عدالة الصحابة عدالة تجتمع مع الكذب أية عدالة هذه أين تجدها لا تجدها حتى في المريخ عدالة تجتمع مع السب وسب من أخو رسول الله بل نفس رسول الله صلى الله عليه وآله أية عدالة هذه عما تتحدثون إلى متى تبقون في مثل هذا الجهل إلى متى إلى متى تساوون بين الخير والشرير بين الصالح والطالح إلى متى هذا الإمام هذا الأمير هذا الخليفة الشرعي علي بن أبي طالب نعم كان مبغوضا عندهم كان مسبوبا عندهم كان محاربا عندهم كان في صدورهم ضغائن عليه كان في قلوبهم غل له هذا هو الواقع ابن تيمية يشهد بذلك رسول الله أنبأ بهذا من قبل ابن تيمية بقرون وهذا عبد الله بن عمر بن العاص يقر بأنهم لا يطيقون إخراج الغل من قلوبه فلماذا تستبعد إذن أن يجحد الغدير لماذا تقول لو كان للغدير واقع لو كانت الغدير حقيقة واقعة وأنهم بايعوا عليا لما أقصوه من بعد وولوا ابن أبي قحافة لا هذا أمر طبيعي أمر طبيعي جدا أن يجحد الغدير ولما جاءوا كما حدثنا التاريخ ونقلته لكم مرارا من ذي قبل لما جاءوا إلى عمر بن الخطاب بعد سقيفة بني ساعد وما جرى فيها واكتشف بعض الصلحاء أن مؤامرة قد وقعت وأن غير الرجل الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه والقة أطحى هو الحاكم هو الخليفة قالوا لعمر بن الخطاب أليس قد عهد إلينا رسول الله في علي يوم غدير خم؟ وبايعناه على ذلك فماذا أجاب عمر؟ بماذا أجاب؟ اقرأ التاريخ قال عمر نعم ولكن الأمر يحدث بعده الأمر يعني صار أكو تجديد صار نسخ نسخ للحكم السابق صار أكو حكم جديد من الناسخ؟ من الذي نسخ الحكم؟ عمر بن الخطاب مو رسول الله نسخ مو الله نسخ عمر بن الخطاب نسخ وعلى أساس أنت تنسخ نقلت لكم أكثر من مرة أنه عمر كان يعتبر نفسه شريكاً في النبوة يعني هكذا شريكاً في النبوة تذكرون هذا الشاهد التاريخي اللي جبتلكم إياه أنه ذات مرة واحد إجاء وإنطاك كتاب رسول الله بختمه في توليته فعمر قام ومزق هذا الكتاب وداسه برجلي وقال ما هو إلا ملك قد انصرف مو مهم عنده يجوني يعترضون عليه يقولون لأنت لما حرمت المتعتين متعة الحج ومتعة النساء يقول مو مشكلة أنا زميله محمد أنا ويا أثنين أتنسوا كنا بالمدرسة بالكوليج كنا سوا يعني ماكو مشكلة أنا أقدر أنسخ أغير في الشريعة أبدل في الشريعة ألعب كما أشاء يعني هالشكل كان يتعامل مع دين الله ومع رسول الله صلى الله عليه وآله ولذلك صدق أمتنا عليهم الصلاة والسلام لما قالوا هما والله أي أبو بكر وعمر هما والله هودا ونصرا ومجسا يعني شنو يعني أقحموا التعاليم اليهودية في الإسلام أقحموا التعاليم النصرانية في الإسلام أقحموا التعاليم المجوسية في الإسلام وها أنتم ترونهم اليوم يصلون صلاة المجوس بالتكفير هذه صلاة المجوس هذه التكفير المجوس هكذا كانوا يصلون للنار وهكذا كانوا يقفون أمام الأكاسرة لا يستبعد إذن من الجانب العلمي نتحدث لا يستبعد ما أحدثوه ولا يستبعد ما جحدوه مما جرى في يوم غديركم ما هو الواجب علينا نحن الآن أمة الإسلام وهذا نداء لكل مسلم كل مسلم أنا محديثي مع الشياء أنا كلامي مع كل مسلم ما هو واجبك ألا تكون والعياذ بالله وريثا لأولئك الجاحدين ماشي على نفس خطهم في الجحود والإنكار والعداوة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا تكون أن من أولئك الذين خاطبتهم الزهراء بضعة رسول الله قائلة أنسيتم ما قال النبي في يوم الغدير هذا يوم هذا اليوم المبارك يوم عيد الغدير الأغر فرصة لكل مسلم لأن يعود إلى الحق ولأن يقول سمعا وطاعة يا رسول الله قلت إن علي مولانا فأنا أقر لك وأشهد بأن علي هو مولاي وأن علي هو الإمام أبايعه وأبايع الخلفاء الشرعيين الأوصياء الطاهرين المرضيين وآخرهم حجة الله على خلقه المهدي بن الحسن لا يجرنك أيها المسلم دعاة السوء ومشايخ الضلال الذين يريدون إبعادك عن علي يريدون منك أن تجحد ما جاء من نصوص قاطعة في حق علي بس شأنهم وإياك أنهم يقولوا لك لا هذا مو ثابت هذا مو صحيح هذا مو هذا معناه لف ودوران اللعب حتى تستمر الخديعة جيب للنصوص المتواترة النصوص المستفيضة واضحة الدلالة يأول ويلف ويدور لا يريد لهذه الأمة أن تعود إلى مشكات النبوة إلى أهل بيت الرسالة يريد أن يبقي هذه الأمة على اتباع أئمة الجور الذين انقلبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله أنا هنا في ختام كلامي أضرب مثال واحد فقط سائلني المولى تبارك وتعالى أن ينير مخالفين وأن يبصرهم بالحق وأن يعرفوا كذب مشايخ الضلالة ودعاة السوء هؤلاء نحن عادة في مثل هذه الأيام المباركة حين نستذكر عيد الغدير نذكر الآيات التي نزلت في شأن الغدير يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ هذه الآية نزلت كما تعرفونه ويعرفه كثير من الناس نزلت في شأن ولاية علي صلوات الله عليه الله أمر نبيه بأن يبلغ ولاية علي عليه الصلاة والسلام ولما بلغ النبي صلى الله عليه وآله قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا تأتي بهذه الآيات تقدمها للمخالف أملاً بأن يعود معك إلى أهل البيت أن يبايع أهل البيت يشايع أهل البيت فتجد هذا المسكين يرجع إلى دعاة السوء ومشايخ الضلالة فيقولون له لا لا هذا لم يصح سنده ما صح سند أنه هذه الآية نزلت في هذا الشأن ما صح هذا يلعبون لعبة ماذا؟ لعبة الأسناد أو الأسانيد يعني جمع السند لعبة هذه لعبة العاجزين هذه للعلم لماذا يلعبون هذه اللعبة؟ لأنهم ورثت أولئك الجاحدين من يوم السقيفة من ذاك اليوم جحدوا علياً وجحدوا الغدير فهؤلاء ورثتهم هؤلاء البقايا من تبقى من أولئك الجاحدين أنت أيها المؤمن الذي حباك الله عز وجل بهذه النعمة عليك بأن تكون متسلحاً بالعلم اتجاوبة تقول لا صح السند أنا أجيب لك سند صحيح من كتبكم أجيب سند صحيح صححه علماؤكم في أن هذه الآية نزلت في علياً وولاية علي في يوم الغدير اتسلحوا بهذه الأمور سجلوا هذه الأمور خليها دائماً معاك احفظها حتى تقدر تنشر هذا النور تقوم بدورك هذا فقط نموذج إحنا نذكره ارجع إلى تفسير الصيوط الدر المنثور إمامهم الصيوط المعروف يقول هناك في تفسير الآية المباركة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هذه الآية من سورة المائدة يقول أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري قال نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك على رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم في علي بن أبي طالب صلى الله عليه وآله تشك في صحة هذا الحديث في صحة هذا النقل عن أبي سعيد الخدري لا لماذا هنا دقق السيوطي قال أخرج هذا الحديث أو هذا الأثر ثلاثة ابن أبي حاتم ابن مردويه وابن عساكر نحن نأخذ الأول فقط الأول أخرج هذا الحديث أين أو هذا الأثر في تفسيره تفسير ابن أبي حاتم أولا من هو ابن أبي حاتم هذا هذا واحد من أجلاء عظماء أهل الخلاف معروف كلهم يطبقون على وثاقته وجلالته وإمامته وفقهه وعلمه إلى ما هناك هذا عند تفسير في هذا التفسير أخرج هذا الأثر برقم ستة آلاف وستمائة وتسعة وقد التزم هذا الرجل في تفسيره بأن لا يخرج إلا ما صح بل أن لا يخرج إلا ما هو أصح هكذا هو التزم هذا ما قاله صراحة بالنص في مقدمة تفسيره تقرأ في أول مجلد في الصفحة أربعة عشر يقول سألني جماعة من إخواني إخراج تفسير القرآن مختصراً بأصح الأسانيد بأصح الأسانيد إذن ما كان يخرج ماذا؟ الروايات الضعيفة الروايات الموضوعة لا لا الروايات الصحيحة يقول أنا ملتزم بها إلى أن يقول فأجبتهم إلى ملتمسهم وبالله التوفيق وإياه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله فتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبار إسناداً وأشبهها متناً هذا صريح الرجل بصراحة يقول ما في كتابي صحيح بل هو الأصح وهذه رواية جاءت في كتابه في تفسيره حتى تتأكد أكثر نص على هذا السيوط أيضاً في كتابه الآخر اللآلئ المصنوعة في المجلد الأول الصفحة 12 يقول عن تفسير ابن أبي حاتم يقول قد التزم أن يخرج فيه أصح ما ورد ولم يخرج فيه حديثاً موضوعاً البتة يعني بتاتاً ما أخرج حديثاً موضوعاً وأيضاً يشهد بهذا بأن ما أخرجه ابن أبي حاتم صحيح ابن تيمية الحراني وهذا كبيرهم الذي علمهم النصب والعداوة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام يقول ابن تيمية في منهاج السنة في المجلد السابع الصفحة 13 حول تفسير ابن أبي حاتم يتحدث وعن شخصية ابن أبي حاتم يقول من المفسرين الكبار الذين لا يروون الموضوعات ما يروي موضوعات هذا حتى لا أدو الله هي رواية موضوعة وضعها الرافضة لا لا موها الشكل وأقر بهذه الحقيقة أيضاً الألباني إمام السنة في عصرنا هذا عندهم الألباني عندهم معروف يقول الألباني في كتابه تخريج كتاب المصطلحات الأربع في القرآن للمودود في الصفحة الثامنة عشر يقول إن ممن أخرج الحديث ابن أبي حاتم في تفسيره وهو يتحرى فيه أصح الأخبار بأصح الأسانيد هذه كلها شهادات علمائكم وعلماء هذا الفن في أن ابن أبي حاتم تفسيره ماذا؟ معتمد أخباره هي الأصح هي الأقوى وهذا الخبر قد جاء واضحاً جلياً عن أبي سعيد الخدري قال نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك على رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم في علي بن أبي طالب فلما الجحود؟ لما الإنكار؟ يا أمة الإسلام توبي إلى الله وعودي إلى علي كافي بعد جحود كافي إنكار لإمامة هذا الإمام المظلوم الذي حقد عليه كافي شأن الغدير كالشمس واضح في رابعة النهار لا يمكن لأحد أن ينكر الغدير ولا أن ينكر الدلالة الغدير ولا أن ينكر من توج في الغدير إماماً لهذه الأمة أما إذ أعرضتم فأنتم والعياذ بالله سائرون إلى النار وإلى غضب الله فتوبوا إلى الله وعودوا إلى هذا الإمام إلى عترة نبيكم صلى الله عليه وآله تفوزون بخير الدنيا والآخرة هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين تفوزون بخير الدنيا